السلام عليكم سنكمل اليوم الأمثلة الخاصة بسكشن 5.1 المحاضر الماضي حكينا عن خصائص الفنكشن وأهم أنواع الفنكشن من الأهم الأنواع أنه الفنكشن يكون ONTO معناته كل العناصر الموجودة معنا في الرينج تكون مستخدمة على فرض لدينا فنكشن من A to B بين المجموعتين A to B لازم كل عنصر يكون مستخدم أو له زوج مرتب ظاهر من المجموعة B حتى أقدر أحكي عن الفنكشن أن يكون ONTO اللي هو تعريف الفنكشن بحد ذاته أنه كل عنصر موجود في A له صورة الONE TO ONE معناها كل عنصر في الـ A له صورة مختلفة عن العنصر الآخر أو بمعنى آخر أنه أي عنصر موجود في الـ B ما فيه إلا عنصر واحد مرتبط فيه من الـ A يعني لا يجوز أن يكون عنصرين لهم نفس الصورة المثال الأول المثال الأول لو كانت عندنا المجموعة A هي أربع عناصر 1, 2, 3, 4 والمجموعة B A, B, C, D وعننا الفنكشن مكوم الأزواج مرتبة 1, A, 2, A, 3, D, 4, C فإذن عنا صورة العنصر واحد هي A فمنقدر نحكي F1 equal A F2 equal A حسب الزوجة المرتبة الموجودة عننا F3 equal D F4 equal C بما أنه كل عنصر موجود معنا له صورة فهذا نقدر نحكي عنه Everywhere Defined طيب لو إجينا للـ On To الـ On To معناها أنه كل العناصر هاي تكون مستخدمة A, B, C, D هل مستخدمة؟ لا عنا عنصر الـ B مش مستخدم فهذا الفنكشن مش On To طيب 1, 2, 1 1, 2, 1 معناها كل عنصر له صورة مختلفة عن العنصر الآخر وهذا الفنكشن مش 1, 2, 1 لأنه عنا F1 equal A و F2 كمان equal A المثال الثاني لو كان عنا A equal 1, 2, 3 B equal XYZ وكان عنا Two Relation الـ R equal 1X, 2X والـ S equal 1X, 1Y 2Z, 3Y R بنقدر نحكي عنها فنكشن لأنه كل عنصر موجود معنا هون A عنصر الأول واحد له صورة والعنصر الثاني له صورة واحدة فقط لكن العنصر الثلاث ما له صورة فهو فنكشن لكن ليس everywhere defined الـ S ما بنقدر نحكي عنه function لأنه الـ 1 لها صورتين 1 مرتبطة مع X و1 مرتبطة مع Y So S is not a function since S 1 equal XY يعني صورة الواحد في S لها صورتين لهيك ما بنقدر نحكي عنه function الـ relation R تعتبر function لأنه عنا صورة الواحد مختلفة عن صورة الاثنين الواحد إلو صورة واحدة والاثنين إلو صورة واحدة فقط لكنه لا يعتبر everywhere defined لأنه عنا الثلاثة ما لها صورة المثال التاسع إذا كانت عنا A equal B equal Z and C be the set of even integers يعني كانوا هاي المجموعات هي عبارة عن مجموعة إذا كان ثلاث مجموعات الـ A والB والZ ثلاث مجموعات متساوية والC هو مجموعة الأعداد الزوجي إذا كان عنا F هو علاقة بين الـ A والB والG علاقة بين الـ B والC F الـ A equal A plus 1 F الـ B equal 2 B عنا 2 functions كل function له معادلة خاصة فيه بدنا نطلع الـ G after F find G after F لحتى نلاقي الـ G after F فلازم نعوض أول شي G after F لل A لعنصر معين لازم نعوض بالمعادلة G بال F في A مباشرة بعوض F A داخل معادلة الـ G ففي البداية بكتب G لل F A equal G للمعادلة F A ما هي F A equal A plus 1 بنقوا المعادلة مباشرة وطلع G ل A plus 1 وهي تساوي 2 A plus 1 فالتعويض المباشر بدل الـ function داخل الـ function آخر فلما بدي أحكي G after F بعوض G الـ function للـ A الخارجي في الداخل بعوض بدل الـ F الـ A أما لو كنت بدي F after G إذا كانت F بعد G بعوض في G الأول وبطلع قيمة الـ G للـ F للـ G الموجود المثال الثاني عشر إذا كان عندي مجموعة A equal A1 A2 A3 وب B1 B2 B3 C equal C1 C2 وD من D1 لD4 الـ functions التالية هي تعتبر ناخد المثال الأول F1 is everywhere defined ليش everywhere defined كل عنصر عنا من المجموعة A لأنه function من A to B كل عنصر موجود في A له صورة تمثلة فعنا A1 A2 A3 موجودة لذلك يعتبر everywhere defined 1 to 1 1 to 1 معناته كل عنصر له صورة مختلفة عن العنصر الآخر فالعنصر الأول صورته B2 العنصر الثاني B3 B1 on 2 لأنه كل العناصر الموجودة بالB تم استخدامها F2 كمان everywhere defined لأنه عنا A1 A2 A3 مستخدمين 1 to 1 لأنه صورة كل العنصر مختلفة عن العنصر الآخر لكن not on 2 لأنه مجموعة D مكونة من 4 عناصر وعننا 3 أزواج ما استخدمت كل العناصر الموجودة D2 D1 D4 ظل عنا D3 مش مستخدمة لهاش عنصر مرتبط فيها عشان كما منقدر نحكي عنه on 2 F3 عنا F3 مكون من علاقة بين B مع C في البداية نطلع هل كل عناصر الB مستخدمة B1 B2 B3 موجودة فبالتالي everywhere defined هل هو on 2 لحتى نحكم عليه انه on 2 لننطلع على عناصر C هل العنصرين موجودين مستخدمين لهم عنصر مرتبط فيهم فC2 C موجودة وC1 موجودة هل هو one to one لا لأنه عنا العنصر B1 وB2 مرتبطين بنفس العنصر لتالي ما بنقدر نحكي عنه one to one F4 F4 علاقة function بين D مع مجموعة B D1 D2 D3 موجودين لكن عنا D4 مش موجودة من هالصورة فبالتالي ما بنقدر نحكي عنه everywhere defined لأنه في عنصر missing B1 B2 موجودين بس B3 مش موجودة كمان ما بنقدر نحكي عنه on 2 طيب هل في عناصر بتشترك بنفس الصورة نعم عنا D1 مشتركة مع D3 بنفس الصورة D1 صورتها B1 وD3 B1 فبالتالي هو not one to one example 14 اذا كانت F function الموجود في example 1 وهو عبارة عن 4 ازواج 1A 2A 3D 4C F inverse هو عكس هذا function فF inverse باخد كل زوج مرتب وبعكسه بدل 1A يصبح A1 2A A2 3D D3 4C C4 لما نطلع على هذا function بنلاقي انه A الها صورتين بالF inverse فبالتالي F inverse لا يعتبر function لانه العنصر الواحد له صورتين وبالتالي خالف شرط انه يكون relation function دائما عنا نظرية موجودة اذا كان F inverse حتى يكون F inverse هو function لازم يكون F 1 2 1 ليش 1 2 1 انه كل عنصر له صورة مختلفة عن العنصر الآخر فبالتالي احنا بنحدد انه function يكون كل عنصر مرتبط بصورة واحدة فقط مختلفة عن التاني لما نعكسه بنضمن انه العكس يصير عنا function يعطيكم العافية اشتركوا في القناة